الحكومة النمساوية تعتزم تقييد حرية الصحافة في الصحافة الاستخصائية يوجد مشروع قانون تحاول النمسا من خلاله تشريع قانون يقيد حرية الصحافة في جزئية التحقيقات الاستخصائية وتبادل المعلومات التحقيقات التي يستطيع المحامين الوصول إليها بملفات فساد معينة ويستطيعون تقديمها للإعلام يقال أن هناك قانون يحاول من خلاله تحجيم وتقليل قانونية الوصول لهذه المعلومات وتجريم الصحفيين أحيانا إن اقتضى الأمر طبعا الشيء يذكر يعني مع الأسف تستمر إنفوغرات في العمل على توسيع مدارك حرية الرأي والتعبير هنا في النمسا حيث تتعرض مرارا وتكرارا للعديد من الهجمات والعديد من الانتقادات والعديد من الادعاءات الكاذبة التي تحاول أن تقود نشاطها وتقود وصولها يوما بعد يوم من خلال التعليقات المسيئة للغاية والشائعات الكاذبة التي يستثمر بها العديد من المتطرفون والمتشددون مع الأسف ضد سياسة إنفوغرات ففي هذا الوقت يسعدنا أن يقول لكم أن بإذن الله إنفوغرات مستمرة في كشف وتوعية يعني في كشف العديد من الحقائق والأمور التي لا يستطيع أحد التطرق إليها بما فيها الإعلام النمساوي وستستمر في كشف هذه المعلومات وتقديمها للمستمع والناتق باللغة العربية للعمل سويا لتنفيذ الشعار القائل لنكتمل بالمعرفة